قوع تفتكر أمواطن منك له أن الحكومة اللي ما بتقطع عنك الكهرباء كل يوم بتعمل كده لمجرد أنها تعاكن عليك وتعيشك في الظلمة وتخليك تزيحم الحر لا طبعا قطع الكهرباء عمال على بطال له فوائد تانية كتير جدا زي مثلا أن الأجهزة الكهربائية اللي في بيتك تتحرق وتبوص أو أن لغبط الأحمال تعمل لك ماس كهربائي معتبر في المحل بتاعك يولع لك في شوية البضاعة اللي حلتك زي ما حصل في مرسة مطروح من كام يوم شوفت بقى أن الحكومة واخدة بالها منك ومش سايبلك أي فرصة أنك تنفد من تحت إيدها طب إيه بقى اللي حصل في مطروح وإزاي الناس الغالبة بيخساروا الجلد والسقط كل يوم بسبب الخطة الجهنمية البلحية لتخفيف الأحمال الكهربائية هيا بنا نشوف مول دبي الله يرحمه يعني هو مول صغير كده على قد في محافظة مرسة مطروح لحد من أسبوعين فات وكان موجود وشغال زي الفل وصاحي وبيلعب يعني أصحاب المحلات في المول ده كانوا بيعودوا طول السنة مستنيين بداية فصل الصيف على نار زي هلال العيد مش لأنهم بيحبوا الحر يعني وبيموتوا في العرب كل الموضوع أن الصيف ده هو الموسم بتاعهم عشان بيبقى زحمة بقى والمصيفين بيكتروا فيه وحركة البيع والشراء بيكون شغالة على ودنه بس مع بداية فصل الصيف السنة دي المول ده بعيد عنكو ما شافش يوم واحد حلوه الدنيا بقت ملطاشة معاه على الآخر بسبب خطة تخفيف أحمال الكهرباء اللي الحكومة بتنفذها بقى لها شهرين ومحدش عارفها تخلص إمتى أصحاب المحلات كل يوم كان أول ما يرشوا مية أقصاد المول وليس سيادوب هيستفتحوا ويبدأوا شغل يلقوا الكهرباء قطعت في الشهم والدنيا ظلمت والحال وقف ويريتها جيت على قد كده المشكلة بقى أن الكهرباء اللي عمالها تقطع وتيجي كل شوية عمال على بطال دي كانت بتجيب في رجلها لخبطة في الضغط والأحمال واللخبطة دي كانت كل مرة بتعمل ماس كهرباء جوى المول يولع في شوية محلات كده على قد ماقوسهم يعني الموضوع ده اتكرر حوالي ثلاث مرات في الشهرين اللي فاتهم بس من حوالي أسبوعين كده الماس قرر أنه يجيب من الآخر ويولع في المول كله من فوق لتحته يخلص بقى عشان كل التجار يخسروا محلاتهم والبضاعة بتاعتهم ده غير أن في عدد كبير منهم اتصابوا بحروق خطيرة بسبب الولع اللقمت في المول ودلوقتي المول كله الحمد لله بقى حتة فحمة بسبب قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال اللي حصل في مول دبي بتاعة مارسة مطروح ده اتكرر في محلات كتير في كل محافظات مصر خلال الفترة اللي فاتت هي نفس الخطوات بالزبط الكهرباء تفضل ساعة تروح وساعة تيجي لحد ما يحصل ماس يده شمل كل حاجة ويقضي على البضاعة والمحلات في لمح البصر طب دول أصحاب المحلات واللي خسروا بسبب الكهرباء بالنسبة بقى للناس اللي قاعدين في بيوتهم ومعندهمش محلات ولا الدكاكين نسيبهم كده مغير ما يخسروا هم كمان من نفسهم يعني نكتفي بس بأن هم يعودوا حرانين في الظلمة لحد ما يفرفروا الحكومة قيتك لا طبعا ودي تيجي لازم كل الناس بيوتهم تتخرب ويخسروا اللي حلقتهم بالتساوي هيا دي العدالة الاجتماعية اللي مش ممكن نفرط فيها عشان كده احنا محضرين مفاجأة جميلة برضو للناس اللي في البيوت هنفضل نقطع الكهرباء عليهم مئة مرة في اليوم لحد ما شوية الاجهزة اللي حلقتهم تتحرق وتبوز وتبقى خردة ويبقوا يقابلونا بقى لو عارفوا يصلحوها ولا يجيبوا غيرها في الغالة اللي احنا في ده وبكده نبقى حققنا هدفنا وقضينا على الناس في المحلات والبيوت وكل خرم إبرة في البلد ودلوقتي احنا منفكر في طريقة نقطع بيها الكهرباء عن الشعوب اللي في الدول اللي جنبنا عشان نكسب فيهم سواب ونخلوهم يستمتعوا بالتجربة المظلمة الجميلة اللي المصريين عايشينها اليوندو قزمة قطع الكهرباء بدأت في شهر يوليو بشكل مفاجأ كده من غير أي مقدمة الناس صحي في يوم لقوا الكهرباء بتقطع أربع خمس مرات على الأقل وكل مرة بتعود لها ساعتين تلاتة على ما تيجي طبعا الحكومة المصرية الشريفة قوي فضلت نطرنشة شوية كالعادة وعملها نفسها مشواخ ده بالهم اللي بيحصل كل ما تشوف حد بيشتكي من قطع الكهرباء تستغرب قوي وتقول هجدعان قولوا كلام غيرها هتستفيدوا قامل الإشعاعات دي ما الكهرباء ماشية تتمختر قصادنا في السلوك العرياني وما فيش مشكلة خالص تلاقيكوا بس بتهيقلكوا ان الدنيا ظلم عشان سيادة الرئيس اللي بنور حياتكو بقاله فترة مختفي وما بيظهرش في المؤتمرات ولا بيفتتع فناكيش بس لما الشكاوي كترت والموضوع رحت وفاحت في السوشال ميديا وعلى كل المواقع اضطرت الحكومة آسفة انها تعترف بالمشكلة أخيرا ساعتها طلع الحاجة بالصفة مدبولي رئيس الوزراء بذات نفسه عشان يقول اللهي فعلا يا جماعة عندكم حق احنا في مجلس الوزراء اكتشفنا ان الكهرباء بتقطع اكتر ما بتيجي في كل المحافظات واكتشفنا كمان ان يبدو كده والله اعلى من احنا اللي بنقطعها ان شاء الله يعني والسبب في كده ان الاحمال بقت عالية لان الجو حر جدا زي ما انتوا شايفين يعني وطبعا موضوع الحر ده ما كانش على البال ولا على الخاطر دي ظاهرة كونية جديدة علينا واول مرة تحصلنا في شهر يوليو من يوم موعينة على الدنيا احنا متعودين ان التلج بينزل على البلد كل سنة في الصيف انما الحر ده ما كون نشع من حسابه الصراحة مع اللي مدبولي قال كمان ان المشكلة بسيطة جدا ومش هتاخد غلوة في ايد الحكومة وهتنتهي قبل نهاية صهر يوليو ان شاء الله لما كون موجة الحر دي خلصت وراحت لحالها ولما رئيس الوزراء تسأل عن ناقص الغاز ودوره في ازمة الكهرباء لك فيش الكلام ده الغاز عندنا كتير الحمد لله ومش عايفين نوديه فين اصلا لدرجة اننا بنفكر نخلي الناس يتنفسوه بدل الاكسجين من كتر ما هم رطرت في حقل زهر في نفس اليوم ده طلع وزير الكهرباء المصري عشان ينسف كل تصريحات رئيس الوزراء من اساسها ويقول ان ازمة الكهرباء سببها ناقص الغاز وان الدولة دلوقتي سايبة اللي وراها واللي قدامها وعملت دور على شوية غاز في اي حتة في العالم عشان تستوردهم وتشاغل بهم المحطات العطلانة المشكلة مش ان كلام المسؤولين في الحكومة كان كله عكس بعضه كالعادة يعني احنا كده كده عارفين ان هم كدبين ومدلسين من زمان عشان كده ما بناخدش على كلامهم ابدا يعني المصيبة الاكبر ان اخر شهر يوليو جيب السلامة والازمة ما خلصتش ولا حاجة زيما مدبولي قال بالعكس ده الدنيا بازت زيادة والكهرباء بطقطع اكتر من الاول مصطفى مدبولي بقى يتكسف على دم ويددارى في اي حتة بعدما كدبه ظاهر وبان قصاد الناس كلها لا برضو طلع بكل مجاحة عشان يكمل تجويد ويقول لنا بمنتهى البراءة الظاهر كده والله اعلم ان حوار قطع الكهرباء ده مطول معانا شوية يعني حب حلوين كده لحد اخر الصيف ان شاء الله وعليكو خير بس اطمنوا مصريين الموضوع مش هيمشي عشوائي لا سمح الله احنا مش قاعدين نلعب في مجلس الوزر ده احنا رسمين خط تخفيف احمال ما تخرش الميا وعملين لكو جدول زمني ما جابتهوش ولادة عشان كل مواطن فيك يا بلد يبقى عارف الكهرباء تقطع عنده امتى بالزبط بحيز يخلي باله بقى وكل ما يلمح راس الساعة مقربة منه يبعد عن الاسانسير ويغنيله عشان ما يتحبس جواه بقى ويروح فضيس يعني دولة كتر خيرها عملت الجدول ده مخصوص لانها بتخاف عليكو جدا وما تستغناش عنكو ابدا اصلا لو جرلكو حاجة يعني مين اللي هيصرف عليها هي ممكن تقعدكو في الضلمة والحر وتحرق اجهزتكو وتولع في محلاتكو عادي جدا انما تسمكو وتتعلقو في اسانسير او ده اللي مستحيل نسمح بيه اصحاب المحلات اللي ولعت بسبب قطع الكهرباء فضلوا يصواتوا على السوشال ميديا كام يوم بعد اللي حصل لهم وفي شوية منهم قالوا ان هم هيرفعوا قضية على الحكومة وهيجرجروه في المحاكم لحد ما ياخدوا منها تعويض كبير لان هي السبب المباشر في الخراب المستعجل اللي جرانه بس الاخوة خبراء القانون لما سموا عن موضوع القضايا والتعويضات ده اكدوا ان دي كلها احلام عصاري ان شاء الله مش هتجيب اي نتيجة صحيح القانون المصري اللي مسيب الخير يعني بيقول بعضمة لسانه ان الناس من حقهم يرفعوا قضية على الحكومة وياخدوا منها تعويض عن الخسار اللي حصلت لهم بسبب قطع الكهرباء بس الكلام ده هناك في الكتب بتاع الكولية الحقوق انما الواقع بقى حاجة تانية خالص مبدايا كده كل القضايا دي هتترفض من بابها من قبل حتى ما تعدي من باب المحكمة وتخش الجلسة وحتى لو حصلت معجزة وفي مواطن امه دعياله وخد حكم بالتعويض بعد ما القضايا تقعد كام قرن في المحاكم فساعتها كل اللي هيدر يعملوا انه يروح زي الشاطر يبلل الحكم ده ويشرب ميته لانه مفيش اي جهة هتنفزه ما احنا مش عايشين في الدنمارك يعني عشان اي مواطن عرق يسوق فيها بقى ويفتكروا انه يقدر ياخد حقه من الدول يعمل راسه براس الحكومة بقى بعد الحرائق اللي حصلت في مول دبي وشكاو الناس في البيوت بسبب تلاجاتهم وتلفزيوناتهم اللي بازت لاينا خير اللهم اجعله خير عضوا في مجلس النواب ما تفهمش ايه اللي صحة من النوم يعني لاينا بياخد بعضه ويطلع على البرلمان عشان يطلب من الحكومة انها تحط في عينها حصوة ملح وتعفي الناس من دفع فواتير الكهرباء بتاعت يوليو اغسطس على اساس ان ده اقل واجب يعني بعد اللي عملته فيه بس طبعا الحكومة نفضت للاخ النايب ده ومعبرتهوش وفضل تقطع الكهرباء بيد وتحصل الفواتير باليد التاني عادي جدا حسب القانون المصري المفروض ان الدولة مسؤولة لوحدها عن تقديم مجموعة خدمات للمواطن زي الميا والغاز والكهرباء واللازم اللي الخدمات الحلوة دي الدولة بتحتكرها ومفيش اي جهة او شركة قطاع خاص ينفع تنفسها فيها طب ايه سبب الاحتكار ده وفيدته ايه بالصلاة عن نبي يعني يقولك يا سيد ان الخدمات دي اساسية وحيوية ومفيش غنى عنها ولازم توصل لكل المواطنين في البلد فما ينفعش خالص نسيب حاجة مهمة زي دي في يد القطاع الخاص عشان يتحكم فيها ويرفع سعرها على مزاجه ويكسب من وراها فلوس متلتنة لان كده ممكن الامن القوم يبوز مننا خالص يعني تبقى مصيبة عشان كده الدولة اقيت لك لا انا هاخد كل الخدمات دي في عبي وهغرقها دعم وبعد كده هوزعها على كل الاخوة المواطنين باسعار رمزية جدا وده طبعا لان الدولة ما بتهدفش للربح خالص زي القطاع الخاص الشرير واخر حاجة بتفكر فيها يا فلوس الدولة طول عمرها يهمها لانسان ولو ملوش عنوان بس كل الكلام الحلو ده كان زمنه جبر الدولة دلوقتي في عهد سيادة الرئيس السمصارة عفتاح السيسي بقت عاوزة تحتكر الخدمات وكمان تكسب من وراها زيها زي اي تاجر حرامي بالظبط سيادة المشير النبي من يوم شوفنا وشه وهو عمال ينغي دعم كل الخدمات واحدة واحدة لحد ما دعم الكهرباء في الموازنة العامة بقى صفر من حوالي ثلاث سنين يعني المواطن بيشترك كهرباء دلوقتي بسعرها في السوق وزيادة شويتين مش بس كيرا الدولة ما شاء الله يعني بعد ما شالت ايديها خالص من الدعم امتشايلة كمان العددات القديمة من البيوت وركمت بدلها عددات جديدة بتتشحن بكروت عشان تلها في فلوس الخدمة مؤدما ولو في مواطن نادل تأخر يوم في شحن الكرت الخدمة بتقطع عنه اوتوماتيك لحد ما يخلي عنده دم ويدفع العلاقة المشبوهة دي بين الدولة والمواطن بيسموها في الكتب علاقة اذعان والعياذ بالله وده معناه ان الدولة بتبقى متحكمة في كل حاجة والمواطن يعاني واقب اعزل كده مفيش في يده اي حاجة وما لهوش اي حقوق لا بياخد دعم ولا خدمة كويسة ولا حتى يقدر يعترض او يتنفس من الاخر كده يعني الدولة دلوقتي زنقى المواطن في روكل وفين يوجعك بتقوله بالمفتشر كده انت هتاخد من الخدمة غصب عنك ورجلك فوق رأبتك حتى لو خدمة دي بايزة وزي الزفت لان محتكرها ومش هتلاقيها عند اي حد غير وفوق كده هتشتريها بأعلى سعر وهتدفع تمانها مؤدم كمان ياما هنقطعها عنك وفي احتمال كبير يعني انك بعد ما تدفع مؤدم برضو هنقطعها عنك عادي جدا بما زجن ما انت كده كده مش هتقدر تتكلم بالمناسبة السعيدة دي عاوزين نقول ان موضوع الغاء الدعم ده مش ماشي على كل الناس في البلد تشغال بس على المواطنين الغالبة الدولة لحد النهاردة لسه بتقدم دعم كبير جدا على الكهرباء اللي بتروح للمصانع والشركات الكبيرة بتاعت الاخوة المليارديرات حبايب سات الرئيس لان هم دول الناس النظاف اللي يستهلوا ان الدولة تقف جنبهم وتسندهم وتصرف عليهم وتأكلهم الكهرباء الرخيصة ببقوهم اما بقى المواطنين الكحيانين اللي ماليين البلد فالدول ملهمش عندنا دعم ولا خدمات ولا حقوق هو ده نظام الخدمات اللي شغال عندنا في البلد دلوقتي زي الساعة وعن طريقه بيقدر سيادة الرئيس النبي انه يضرب عصافير كتير ببلحة واحدة يعاكن على المواطن ويحرمه من حقوق ويمرر عيشته هو واللي خلفوه وبالمرة يوفر الفلوس اللي كانت بتضيع على الدعم عشان يستغلها بقى في بونا الكباري والمونوريلات وباقي الفناكيش العظيمة اللي بتفيد البلد وبتزوء أهل قدام ونشوفكوا على خير ان شاء الله